تمهيداً للمواعيد النهائية الحاسمة لتحديد مستقبل الأمة الشادية السلطة العليا للعلام السمع البصري تسعى جاهدة كسلطة إدارية مستقلة مسؤول عن تنظيم الأنشطة المتعلقة للعلام والاتصال في شاد تنظم ندوة تحضيرية لأعضائها وهيئتها الاستشارية وإدارتها تحضيراً للإشراف على التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية والولائية والبلدية المقرر إجراؤها في 29 ديسمبر 2024 في كلمته الافتتاحية لأعمال هذه الندوة رئيس السلطة العليا للعلام السمع البصري عبد الرحمن بركة أكد على أن تجارب الحملات الانتخابية السابقة تساعدهم على تحسين العمل من أجل الانتخابات المقبلة وحثهم أيضاً على تبادل المعلومات والخبرات في عمر هذه الندوة وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عمر هذه الندوة يتم النظر في النصوص المختلفة التي تؤطر هذه الانتخابات والسماح بتخصيص أفضل لقواعد رسائل المرشحين أو ممثلهم